صباحه عسل وصباحه هنه وصباحه سكر وصباحه كل حاجه حلوه صباح جديد ، أسبوع جديد ، يوم جديد ، تحدي جديد النهاردة بقى هنصحى السبت ، صباح كفل نبدأ بقى اللي عدد عاك كله نبدأ بقى في الجد انتو عارفين يعني خلاص حافظته بقى مثل نفصل ، فيه دلع فيه اجازة فيه زار وفيه جد احنا النهاردة بقى بدلنا في الجد هنزل دلوقتي احنا يستفرص ببرا على الفكرة قلت لما نسحى بقى براحتنا نبقى نمشي والولاد نايمين فانا هنزل نحنا نروح الجم شوية نلعب شوية عشان نبدأ كده نحرق اللي عدد ويمكن الاسبوع ده ان شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمنا ونعدي ايه خطوة كده لقدام فعشان نزل اهزقة زي دي عايزة شوية جم وشوية رياضة جامدة يعني فانا هنزل الوقت النهاردة السبت كده هننزل الجم نلعب شوية وربنا يعنى انا هنزل لواحد لان هم كلهم نايمين في صباح كفول يلا بينا انا عايزة اخش انام مش عايزة روح الجم يلا نخش نلعب شوية بسم الله انا نفسي اسأل سؤال ليه انا كل فانزاتي شابهي انا مش عارفة بصوا انا لسه دخلة انا لسه دخلة انا لسه دخلة الجم دلوقتي بصوا ليت نشوة فعلا واحدة توقمي 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 قاعدة معانا والله العظيم صباحكو عسن نلعب بقى شوية اجهزة وحبت حاجات بقى وكده وبعدين نشوف يومنا هيعمش ازاي صباحكو فولي ما تخافوش مش هلعب الكريزي انت قلتولي انا شوة الكريزي غلط عليكي مش هلعب فمش هنلعب كريزي نلع مشاية وايه مشاية عجلة اوربيتراك مشاية عجلة اوربيتراك اهو حلوة كده مفيش اه فيش حاجة تانية صباحكو عسر خلصت خلصت وانا خلصت بصوا نهو كنت في لايف جيم اللي هو تاني هقول لكم تاني عليه اللي جنب الدكتور اشرف مطر مستشفى الدكتور اشرف مطر هو لايك للسيدات بس خلصتوا كده النهاردة بقى كانوا عمليلي حاجة جديدة لقى ما كانوا لفيين بطني ببا 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 با بيعني كريم كده ده هنولو بطني بيه وحطولي عليه كيس كده مش كيس يا حاجة كده زي كيس بلاستيك كده اشكل بلاستيك كده فخلاص الحمد لله ان خلصته هلوح بقى البيت ناخد شاور بقى ونغير دومنا واشوف هنعاشي اليوم بازاي صباح في عسد يا صباح وعسد يا صباح وصفكر يا صباح وقالنا طبع انه روحنا وغيرنا صباح الفل وبعدين نقاد نحن دخلين عالعصر دلوقتي روح بقى وحنا جبنا الحاجات مراسب بر وهراüllt حشان ناردة عايزين نعمل عزومة حلوة عزومة صغنطوطة كده هي ناس عز leaning عزوزين عزومة لازم عزيز نعمل عزيز مساء كهس مساء كهسكر مساء كهانا بس راح نزلل الشي شوية حكيات كده صغنطوطة صغنطوطة عشان نعمل عزومة صغنطوطة 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 انا كلها اسم بالله والنص Alma عندنا بيبصوا بالبدادة كده. انا النهاردة هنعمل اكل زغنطوت. هو فيه صدمة هنتصدمها في اخر الفيديو. غير متوقعة. معرفش انا هبقى موفقة فيها ولا لأ. بس هو الظروف يعني معرفش هحكي لكم في اخر الفيديو. المهم كده انا قلت عايز اعمل اكل بسيط هما اتنين نفارين يعني فالاكل هي بقى قليل جدا. فعملت اكل بسيط يعني قلت عمل اول حاجة سانية مكورونا بالبشامل. سانية مكورونا بالبشامل اللي بقى يعني عادية زغنطوت عادية. انا جبت اول حاجة بصلاية وجبت اللحمة نزلت على البصلاية. حطيت كده مكعبين زبدة وحطيت عليها نص معلقة سامنة بلدي يعني عشان نغني الطعم. احنا عايزين نغني البشامل ده لما يغني وسوته يوصل لزافويز. بعد الغنة. للمسونين. المهم بقى ايه. لما زبدة تسح كده واللحمة بتتعصى كده انا عاملة حلة كده على جنب فيه مياه سخنة للمكارون. التلاتة شغيين في نفس الوقت. جبت كده انا طبيلت الفراخ من شوية مش عارف فراحة فيين تطبيلت الفراخ هنشوفها دلوقت. المهم جبت الزبدة كده نزلت عليها بثلات معالق دقيق. وهنضرب كده تديه لما تحس ان دقيق كده خلص استوى كل تلكات البشامل اللي هتلاقيها في الفيديو ده. وفي الايام معالي المهم كده لما تحس ان دقيق استوى. بتقلبية تقلبية كده تحس ان دقيق استوى هنزل عليه لبن لبن كامل الدسم عادي ده لبن مش خليل الدسم لأ لبن كامل الدسم عادي. ننزل عليه كده بكيلو لبن. بس بنزله تدرجيا تدرجيا عشان اديه ما يكلكعش معي. بصوا اهو لما تحس ان ايه واحدة واحدة كده وتقلبية تقلبية. في نفس الوقت اللحمة مع البصلة بعصجهم على جنب وفي نفس الوقت المية شغالة لسليق المكارونة. هحط بس على اللحمة المفرومة اللي انا بعصجها انا بحب اضف لها صلصة. انا بحب اللحمة المفرومة بتاعة البشاميل. اضف لها صلصة. بصوا كده انا ايه اه هتطلب معلقة صلصة والمية كانت غلت نزلت عليها بالمكارونة. والصلصة لسه مدوبتاش ومعملتش اي حاجة خلص لسه. هحط عليها شوية مية كده زغانططين. مية كده من حتى مية المكارونة. لو مية سخنة اي مية يعني عادي. هحط عليها شوية مية بس قبل المية. هحطت عليها شوية سبع بهارات اللحمة. اه اللي بتاعة سبع بهارات. وهضرب عليها معلقة جسط الطيب. مش معلقة. رشة جسط الطيب. رشة جسط الطيب بتودي اللحمة المفرومة ناحية تانية. والبشاميل اللي بيوديه حيتتين تانية خالص. بيبقى ليه تعم كده خاص. مش كتير ده هي رشة بس. هنزل كده ما يعفيش ربع ربع كوباية مية على الصلصة. لما اللحمة المفرومة اتعصج معانا كده زمانتوا شايفين. ومعلقة ملح هنا وملح هنا. ليه ناشوة مستعملة ملح عادي مش مستعملة ملح للملايا. بصي ملح للملايا حالوه في كل حاجة بس ما بيديش الحد لتعالي اكل الطبيعي. مهما تكون. مش اصدر كده هي شايفة ان عالي بقال له مسلا شهر ما صدعش. قالت من صدر تانية. اهو انت هتكون الاكل ده انت مش تاكله. وانت ما تقولناش هنأكله. احنا نصبر لأكل الفيديو. انا عاملالي الناس. بصي مش كوية الناس ممكن تعجبها اكلك. فهم ما بصدي. مش كوية الناس ممكن تعجب الزوء بتاعك. ملح للملايا بحسه هايزي. لكن ملح ده بيبقى مصبوط. ملح عادي طبيعي فهتطلق ملح طبيعي. ونزلت على اللبن وعايز اقولك ان انا نزلت عليه. على اللبن. البشاميل اللي حطيت عليه. ربع كوباية ربع كوباية كريمة خفك. انا وردتها لكم في اول فيديو. ومعلقة قشطة. عارفة البشاميل ده كان كريمي فوق ما حد يتخيل. احلى بشاميلة هتضييف عمر كله. معلقة معلقتين تلاتة كده كريمة خفك ومعلقة اشتاء او دوبلي كريم. او جيمنا كريمي. يا لهوي البشاميل ده بيروح حتى تانية. بيروح حتى تانية غير حتى اللي احنا رحينا دلوقتي. المهم. حطينا كده بقى اللحمة كانت عصتاجت معانا نزلت بالمكاونة والبشاميل كده واللحمة المفرومة بقى يا لهوي على الطعام والجمال. انا بمنتج لكم طيب عن كالعادة كل ما بمنتج الفيديو ده ببقى جعانة. يعني هتقولي يا ناشوة انت قاعدة تجوير تجوير على الاكل الناس. ما في الاخر الناس ما اخدوه. وش سكوتي. سكوتي هنستدم في اخر الفيديو بعد ما عملت الاكل الحلو وزبطته ولفته في الكياس. استنوا الاخر الفيديو انا هحكي لكم ايه اللي حصل. المهمة ما حطيت بقى المكارونا بقيت المكارونا وهننتع عليها بكل البشامل. البشامل ده هتحسيه سيحسنه عن البشامل العادي. ده سيحسنه كده عن البشامل العادي. بتحسيه قلب كريم خالص. حقيقي. من احلى البشامل عايز اقولك ان انا الاكل ده كله دقته. الاكل ده من احلى مكارونا بشامل دقتها في حياتي. فيه اوقات كتير احنا بنكسل ما بنحطش على الكريم ولا بتاعه ومش عارف ايه كان عادة بتاعتنا كلنا بنامي البشامل العادي بالطلال عادية لكريم ولا دبل كريم ولا مش عارف ايه. والله يا عزين بتفرق 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 في الطعم حقيقي خلاص كده غرقت البشاة غلقت المكرونة كلها بالبشاة ميل وما تنتشغلشها اي حاجة خالص لبيضة ولا بتاع وهدخلها الفرن زي ما انتم شايفين هي تحمر بقى وشها بنفسها بقى بالسمنة اللي فيها بالكريمة اللي فيها كده كنت انا حتى في الفرن الفراخ اجيب لكم بس الفراخ راحت فين تدبلت الفراخ هاجيبها لكم واستغلق بص عمال ما ندور فين تدبلت الفراخ تعالوا بس نعمل الكفتة اول انا حطيت كده بصلايا في الكبه وحطيت عليها يعني عود خطرة وقرن فلفل اخضر وقرن فلفل حيمي هنضربهم كده عشان نتبت بهم الكفتة بصي انا ضربتهم كده في الخلاط وهحط عليهم اللحمة المفهومة في الكبه قصدي في الكبه ونضرب عليهم اللحمة تحسيها عايزها كده تكون عاجينة كده ببعضها ونحط عليها معلقة ملح ومعلقة بهارات كفتة بس مش حط عليها حاجة غير ملح وبهارات كفتة مش عايزة اكتر بهارات وكتر حاجات بحيث ان ان الطعم اللحمة وطعم الكفتة يبقى مش كل الاكل بهارات يعني مش كل الناس تحب طعمه البهارات اما بيكون بتعملي اكل لحد ما تبقيش مكترة بهارات مكترة ملح مكترة لأ لازم تراعي زوق الناس كلها مهم بصوا بصوا شوفوا عاملة زي الكفتة قلت بقى معطحها تخينة كده تبس طبعا الجونتي ليه يا ناشوة ما بتلبسيش يعني اما عشان كان في نياتي ان هما ما يجوا ياكلوه ما يرفوش مثلا يعني لأ عاملين كل اللي احتياطات الامنية يعني فان انا عارفة ان هو مش هيرف ولا حاجة بس هو الواحد ايه احتياطي بس بصوا بقى خلاص صبعنا الكفتة وهنسيبها بجنب عملنا ايه بقى قلت عايز اعمل شوية منبار رز شوية خضرة وبسلطين كده مفرومين المنبار يا جماعة خلطته نايف نايف ما بيتسبجلوش معلاية توم معلاية هريسة شطة ايه طبعا انا كنت مخليها مشط شط ومعلاية ملح والحمد لله ان هما ما اكلوش منه لانه كان مشط شط زيادة عاليزوم وهم ما بياكلوش حاجة شط طيب وبهارات محشي دي بحارات محشي بتتبعها عند العطار وحبت بابريكا وحبت كمون بس خلاص معلقتين صلصة بقى وتمطمية تكون درباً في الخلاط او تمطميتين تكون درباهم في الخلاط واقلبي ده كله ببعض وخلطة المحش اللي انت بتعمليها بس كلها نايف نايف كلها المنبار خلطته نايف نايف معلقة الصلصة معلقتين تمطم كده اللي احنا ايه تمطميتين في الخلاط على حبة زيد وتحطيهم والكفتة كده كنت انا حطيتها في الفرن. خلاص دخلنا الكفتة في الفرن وولعنا كده على مية للمنبار وحاشينا المنبار طبعا انتم عارفين بالخلطة اللي هو نتعكل المنبار بيتحشاس زي بص طبعا المنبار بتحطله في المية بتاعته مية الصليق حبهان مستيكة ورق لورا قرفة وعشان يدي طعم حلو حابة ملحه برضو حابة فلفل في المية بتاعته وان زينا بكل كده كمية المنبار عايز اقول لك كان طعم المنبار بجد بجد فزيع هو كان مشطشط لقيه ان انا انا من مدرسة ان المنبار لازم يبقى مشطشط انا من هذه المدرسة ان المنبار لازم يبقى مشطشط سبتي بقى المنبار كده مع نفسه بقى قاية سلق وتعالوا نعمل بقى كنت انا جايبة بوفتيك وعملته كده اللي هو بوفتيك عادي يعني بوفتيك لحمة وعملوا في الارف رايا اللي هي نشوة هما بيتحبوا كده يعني الناس اللي انا عزماهم هما ناس جايين من بره يعني مش مش من بره بره مصر اوما جايين من الكاهرة يعني لدمياط فجايين يعني يومين بقى وكده فلسه جايين فانا كانت في نيتي بصراحة وانا بحبهم قوي هي عولة حبيبتي انا بحبها قوي يعني جدا فانا كان في نيتي ان اما جايين من الصفر النهاردة في دومياط فقلت عمل لهم حاجة يتغدوا بيها فطبعا انا في دماغي ان هما يجوا متأخر فايجي انا ازا هما يجوا من الصبح بدل وكانوا تغدوا وانا اصلا قاعدة شغالة يعني المهمة بقى ايه بصوا اول حاجة انا كنت بدأت بيها الفراخ انا جبت الفراخ كده وقسمتها بالنص كده من ورا يعني ليه عند العمود الفقر كده من ورا وسبتها وطبعا غسلتها حلو ونقعتها وخليتها زي الفل وجبت بالكبه بصلايا ارنفلفل اخضر معلقة طوم مفروم اه افصلتهم يعني عادي واجيب بقى البهرات حاطت بقى ايه البهرات اللي انتي حباها بقى تحب تحطيها انا حاطيت طبعا حبة تفلفل اسود وحطيت بصي يعني واحدة بس من نصول النجمة بيدي الفراخ المشوية حلوة او اه تدبلت اللحمة بيدي حلوة او وشوية بابريكة شوية بهرات فراخ حبت فلفل وحبت كامون بس وحطيت لها معلقة هارسة شطة ومعلقتين زيت كل دي تدبلت الفرخة تدبيلت الفراخ المشوية وطعمة مية او معلقة صلصة. دول عدين حبان كده قولت اضربهم في الكبه هيتضربوا مع الاكل هليه تطعم حلو للفراخ. ضربتهم كده ايه في الكبه وهنجيب الفراخ اللي احنا كنا فتحينها كده من النص. انا عايز اقول لكم ان انا ضربتها حلو شوية عشان لو فيها فصوص حبان او حاجة تكون تضربة. الفراخ كده اللي احنا بنشتاها من المطعم بس دي كانت طعمها احلى بجد يعني. بصي بقى انا ايه هتحشي بقى كده زمان انت شايفة من جوة كده وانا فتحتي فتحات للفراخ عشان الصدر يبقى من جوة. طعمه اه طعمه متبل. طعمه اه طعمه حلو بغراته حلوة. وحشيت كده من تحته عند الجلد ومن كل الفصوص وكل فتحة انت فتحتيها كده انا لبسها جوانتي اهو. اخدين بالكم مركزين معايا. عشان الناس اللي التينيكة بقى ناس بتعرف ناس كده ناس كده ناس كده لبسها جوانتي اهو يا بشر. انا بأزر معاكم والله لأ ده احنا بيننا حب وبيننا موادة يا ربنا يا ربي يديمك في حياتي يا علا ويخليك ليه ويفرحك بولادك. عدنا بقى تبين نايمين وشمال بقى كده وزا ما انتم شايفين. وقمت بقى ايه مدخلها كده في في الاسم العصائي الشبكة. الشبكة دي بتاعت الشاوي. دي بتاعتين جنيه تقريبا حاجة كده يعني. بتبقى حلوة او او في الحاجات دي. نزلت عليها بقيت التدبيلة. هحط بقى تحت دي صنية. هحط في الصنية اللي تحت ليه سرعة السوة. ملهاش لازمة. هتدي طعم ولا حاجة بس لسرعة السوة شوية مية سخنة. انا بحب تب المية دي بقى بعودين من حبان وورق لورة. يعني برحتك عشان ريحة ريحة المية اللي تطلع على الفرح كده رحيتها تبقى حبان ومستقوالة لورة. وارفق يبقى انت كده عملت كله. طعم وريحة وجمال وبصي. لفتها بقى في ورق فويل وع الفرن السخن اللي انت مشغلاها على طول. دي كانت اول حاجة انا كنت عملتها. لفتها كده وحطيتها في الفرن على طول. بصوا بقى انا كده بعدها كده بساعة او حاجة اقل من الساعة. بصيت عليها لقيتها استوت جدا جدا. حتى طلها كده معلقة تدبيلة من على الوش ودخلتها تحت الشوية. شلت الورة وحتى دخلتها تحت الشوية. الكفتة اللي انا شويتها طلعتها فضيعة فضيعة فضيعة. المنبار بقى المنبار طلع انا كده بحطه في الارف راير على طول. اللي هي اللي هلاقي الهوائية. اكسم بالله طلع لونه كله اكنت جايبه قلم ودهناء لون واحد. يعني مزيتها طبعا بحط معلقة زيت زغنطوطة او ونص معلقة زيت كده على الوش. ليه نشوة محمرتش فيه الزيت ده ضيوف وكده بصوا الكفتة عاملة من جوه ازاي فضيعة. معرفش ليه الكفتة نفجت معي فوق جوة شوية مش عارفة ايه السر في دي يعني. بصوا بقى خلصنا لحد كده كل الحاجات اللي انا عملتها. عايز اقول لك ان الاكلة حسيتهم الضابط معي. دي حقيقة دي الصدمة بقى اللي انتوا تصدموها ان انا مش عيب ان انت تقولي كده. مش عيب احنا مش يعني مش عارفة ليه معرفش ليه بعمل عزومات من كل حاجة بتبقى حلوة. اول مرة في حياتي اعمل اكل ما بقاش راضي عنه. تمتخيلين مش راضي عنه حقيقي. يعني انا وقفت لكم بس في الحلقة دي عشان اقول لكم الجملتين دول. انا مكنتش راضي عن الاكل. مش حساة. مش مش حسا ان ده تضيخنا شوية. يعني حتى الكفتة بصي انا عايز اقول لكم الكفتة. حلوة وجميلة بس حساها من جوه بصي حساها فيها عجينة. امش عارفة العجينة دي ايه. امش عارفة ايه فكرة. البفتيك طلعته حسيته لونه غميء سناء. معرفش انا اتحركت ده كله بعد ما عملت الاكل ده كله. طلعته مبعدتوش. مبعدتوش حقيقي. ما ما عزمتوش. ما عزم ايه طلبتو لهم اكل جاهز. يعني اقولت ارحم. معرفش اتوي انا شوى الاكل حلو. اخوتي مبيرفضوا يقنعوني يا بنت اكل حلو. لا ما حصلش نصيبه ومبعدتوش. يلا حصل خير. الهم يعني فانا هستنى رأيكو مش عيبة ان انا اقول ما عجبنيش اكلي عاديا. انا ما عجبنيش. انا عجبني انا كطعم بس ما عجبنيش ان انت تتقديمي لحد. حاسة انه طبعا مش من ايميتهم. ولا هو ده اللي انا كنت متوقعة مني. فالما ما طلبنا اكل جاهز وخلص عادة الليلة على خير. والاكل ده احنا اكلناها انا والعيل. هنزل لكم فيديو على الاكل ان شاء الله بكرة بالاكل ده. بصوا بقى انا كنت جايبة منتجات كده من شركة مكة. اسيب لكم اللينك التاحها تحت. شركة مكة دي فظيعة فظيعة فيها منظفات وحاجات. يعني ده دوت لوشن اصلا مش لوشن. ده فونديشن. فوندي عليها تنت كده تنت بتاعهم خفيف كده رقيق حلو. والفونديشن بتاعهم جميل. نادين استعملتوا عجبها جدا. وده معتر كده كنت جايبة من شركة آآ مكة. شركة مكة دي عليز اقول لكم شركة مكة شركة مكة شركة مكة للمنظفات. يعني انا قلت ماك في الاول فانا قلت انا شركة مكة للمنظفات. لان هو انا جايبة من عندهم سوبر ماك آآ للمنظف البوتجاز فظيعة. جايبة منهم حاجات ليشاور وشامبهات ومنظف للبوتجاز اليومي ومنظف للبوتج البوتجاز عامل ازاي بصوا. انا رشيد بخة مفيش خمس دقايق مساحتها بالمنديل بصوا الفرق. والله العظيم ده حصل انا عاملة ده لايف. والله ده حصل. فبجد شركة مكة للمنظفات بجد حلوة قوي 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 قوي. ده انا طلبت من حد تحت في اللينك اهوره لكم. وكان يوم حلو وخفيف ويلا تسبحوا على خير.